السؤال اللي بعد كده من آية علي آية بتقول ابني عنده أربع سنين تمام حرارته ارتفعت علشان خرك في الشمس لا قدر الله ما علش فديته لبوسة بس طلع مكتوب على العلبة ما تنفعش لأقل من ست سنوات ولسه درجة الحرارة مرتفعة طيب ده كلام يعني درجة الحرارة مرتفعة وإحنا بنبعث للبرنامج برضو هل فيه ضرر على الطفل وعالج ازاي درجة الحرارة اللي لسه مرتفعة وجزاك الله كل خير طيب جزاك الله وانتي كل خير يا آية يعني طيب هنقول أولا ان عراض ضربة الشمس مش بس ارتفاع في الحرارة ده هي حتى ارتفاع الحرارة بيكون 40 درجة فأكثر يعني درجة الحرارة بتكون 40 فأكثر وبيكون مصاحب لها تغيرات في حالة الوعي أو السلوك فهيئة بقى تشوش أو هياج عصبي أو تداخل الكلام وبيكون فيه سخونة في الجلد وبيكون الجلد محمر وبيكون فيه جفاف للجلد أو تعرق شديد وبيكون فيه غثيان أو قيء أو سرعة ضربة قلب أو سرعة تنفس وفيكون فيه صدع شديد أو نوبات تشنجية أو إغماء أو غيبوبة كاملة طبعا لقدر الله كل الأعراض دي أعراض ضربة الشمس يعني أسباب ارتفاع الحرارة كتير مش بس الخروج في الشمس يا آية مش بس الخروج في الشمس لأن انت لخصتي الموضوع كله ان هو سخن عشان خارج في الشمس لا هو خرج في الشمس لازم يكون بقى لو عنده لقدر الله ضربة شمس يبكون معه الأعراض دي كلها خلاص طبعا يعني أسباب أن الحرارة ترتفع في العمر ده اللي هو أربع سنين أسباب كتيرة جدا جدا خصوصا أن احنا في فصل الصيف شمعنا في فصل الصيف أن أغلب المواد الغذائية بتفسد أو فترات صلاحيتها بتقل نتيجة الحرارة الشديدة حتى الحاجات اللي بتحط في التلاجة على فكرة بتلاقيها بطبوس برضو لأن في الحر الحاجات دي بطبوس فاهمين قصدي منتجات القلبان والأكل والحاجات دي كلها لو طفلك الحاجة مثلا ومكملناها وإحنا قلنا هيكملها كمان شوية ممكن يحصل لها تغير ما بلكم بقى بالأكل برا الأكل برا للأسف الشديد في أوقات كتيرة جدا جدا ما بيكونش فيه احتياطات سلامة واحتياطات أمان أنا بتكلم هنا عن الأكل اللي على الشواطئ واللي في النوادي والحاجات دي كلها حكاية اللي بوس الخطأ طبعا هو خطأ أن اللي بوس لازم يتاخد في سن ست سنين ولكنه مرة واحدة خلاص مفيش مشكلة مفيش حاجة بإذن الله عدد لأنه الدواء بيبقى له عمر افتراضي جوه الجسم والجسم بيتخلص منه على طول لكن تعليق الأخير بقى يا آية أن فيه خطأ شديد من حضرتك في إرسال السؤال أصلا على وسائل التواصل رغم أن الأمر حالة طبية عاجلة يعني إيه عندك ابنك حرارته اتفعت بتروحي للدكتور يا آي بتروحي للدكتور بتاعه إذا الدكتور بتاعه مش متاح بتروحي لأي مكان طبي دكتور تاني أو مركز طبي أي حاجة قريبة فهم قصدي مش نبعت لبرنامج لأنه الله أعلم طب ماذا لو ما كناش اخترنا السؤال ده يعني ما كناش شفناه فيه أنت قصدي دي حالة طبية طارقة ما تستنيش فيها رأي برنامج أيا كان حتى لو البرنامج ده إحنا صح كده؟